مزيد من التفاصيل أنتقل إلى ديفيد مادن محلل أسواك في إكويتي جروب أهلا بك معنا في هذه الفقرة تشاهد قوة الدولار في النصف الثاني كما النصف الأول قوي جدا وتساعده أيضا بعض الأخبار الواردة الآن ضغط كبير على اليورو لحظ ذلك لكن بشكل عام وأشر الدولار كيف ترى النصف الثاني هل العوامل ستساعده أيضا وسجل سنة رائعة في الأداء وخالف فيها التوقعات؟ أعتقد أننا سنشهد استمرارا للصعود في الدولار الأمريكي ونعم أنا أتوقع في النصف الثاني من هذا العام أن يرتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو إلى مستويات قياسية جديدة وعندما شهدنا محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو من الواضح أن عدد من البنوكة المركزية تعداء وراضين عن ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي وأن الاقتصاد يستمر في التحصم عند مستوياته الحالية ومع استمرار هذا السيناريو فإن الفيدرالي سوف يقوم بتقليص برنامج شراء أصوله في نهاية هذا العام ولهذا السبب سوف نستمر في أن نشهد ارتفاعا في الدولار الأمريكي وأيضا يشير إلى أن التحديثات التي سامعناها مساء أمس من اجتماع يوليو للفيدرالي يشير إلى تقرير وظائف قوية جدا وحتى اليوم فإن أرقام إعانات البطالة أظهرت أعلى مستوى للقراءة منذ بداية الجائحة إذن كل شيء يتحرك في الاتجاه الصحيح فيما تعالق بالسوق الوظائف ومع استمرار سوق الوظائف في هذا الاتجاه فإن السياسة النقدية وستكون كما هي متواقع والدولار الأمريكي سوف يرتفع ويسجل مستويات جديدة مقابل اليورو الأسترالي في أقل مستوى منذ تسعة أشهر طبعا تأسير الأسترالي يأتي من الصين وأيضا من السلع وشاهدنا أخبار سيئة في الجهتين لكن أيضا هنا مع الصين هناك توترات سياسية اقتصادية بسنوات الأخيرة بين أسترالي والصين هل سيظل التأسير الصيني قائم في تحريك الزوج الأسترالي أيضا؟ نعم في الواقع أعتقد ذلك أعتقد أن سوف نشهد أيضا تراجعا آخر في الدولار الأسترالي كما ذكرت هناك توترات سياسية بين أستراليا والصين البلدان لديهم علاقات وثيقة تجارية وأيضا فيما تعلق بالسلع لسيام المعادن وهناك مخاوف بأن الصين والطلب الصيني على الحديد الخام لن يصل إلى المستوى المطلوب على المدى القصير فالحديد الخام هو مكون رئيسي في عملية تصنيع الصلب ويبدو أن هناك جانب صناعي وجانب تصنيعي في الصين متأخر وبدأ في أن يصلوا إلى مستوى البلاتو في النمو وأصبح هناك تراجع في الطلب والتجزئة وقطع السياحة والمنتجات الرفاهية فأعتقد أنه من المرجح أن هذا ما سيؤثر على الصناعات الصينية ويؤثر وأيضا على الصادرات الأسترالية لا سيام المعادن المرتبطة بالصين وبالتالي أعتقد أنه سنشهد ضغوطا مستمرة على الدولار الأسترالي خلال الأشرق قليلة القادمة نعم الاستراليني أدائه مختلف بين اليورو ومع الدولار فمثلا مع اليورو طعم لقى بشكل كبير وصل إلى يورو باوند إلى أقل مستوى في 18 شهرا يعني أداء الباوند رائع جدا على اليورو ولكن في المقابل مع الدولار يعني كيف ترى المرحلة المقبلة هناك صعوبة في الباوند في التماسك إذا وصل إلى 41 يجد صعوبة جدا في الوصول وحتى التماسك أكثر من جلستين فوق المستويات هل أصبحت بعيدة الـ 41.45 هذا العام؟ علينا أن نراقب الباوند مقابل اليورو في بداية هذا الشهر تراجع اليورو ستورنينجي لأدنى مستوى له في 18 شهرا وهذا يعود إلى أن المملكة المتحدة والتعافي في المملكة المتحدة كان هناك برنامج ناجح جدا للقاحات وفتحت المملكة المتحدة اقتصادها قبل اقتصادات أوروبا وإذا منطقة اليورو متأخرة فيما تعلق بفتح الاقتصاد والتعافي الاقتصادي وبالتالي شهدنا حركة ممتازة في الاسترليني مقابل اليورو وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في 18 شهرا وشهدنا أيضا تراجعا في الأسعار وأعتقد أن قوة الباوند مقابل اليورو سوف تستمر ولكن مقابل الدولار الأمريكي الأمر مختلف لأن الولايات المتحدة لديها تعافي كبير مقابل التعافي في المملكة المتحدة وأيضا هذا ما نشهده في الولايات المتحدة وبالتالي لا أعتقد أن سنشهد بصراحة مستويات الواحد فاصل أربعين وبالتالي من غير الممكن أبدا أن نشهد مستويات الواحد فاصل خمسة وأربعين وبالتالي أعتقد أن الدولار الأمريكي مقابل الاستبيل لم يشهد هذا الاجتماع شكرا لك ديفيد مدن محل الأسواك في ايكو تيكي